مرحبا معكم محمد خلف بنكمل في هذا الفيديو عن الدوال او الفنكشن في الاكسل عن طريق الذكاء الاصطناعي جيميني جوجل اي 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 بدنا اشي ثاني غير الاف ستيتمنت الاف ستيتمنت ممكن تعمل لك شروط ولكن بدنا ندمج الاف ستيتمنت مع الالوان فهونا بدنا نحكي ان نجي بالشرط اذا انه اكبر من عشرة لوني اياها اخضر فمني ايجي على جيميني ومنكتب لو ان اكسل اي وانتو تشينج the back ground to green if the value is bigger than 10 ومنشوف اذا انه اعطانا هذا الاشي يعني اعطانا الفورميلة الصح ونشوف اصلا اذا انه اعطانا فورميلة الكندشين اعطاني اياها زي هيك اللي بتروح الهوم تاب واعطاني الخطوات للموضوع بالضبط فانا بدأ اكتب له is there a formula فهون زي ما انتو شايف رد اعطاني الحل اللي هو الخطوات فنشوف الخطوات اللي هو اعطاني اياها وبحكيلي select the range اللي هو بدي اروح على الاكسل واعمل select the range اللي انا بدي اياه بعد هيك بدي شو اعمل بدي اكسس is conditional formatting from home tab بعدين دين نكلك conditional formatting و new rules و بدي اروح على conditional formatting بعدين في عندي من هون هو كتب لي contain us اللي هي greater than less than more rules و بعدين حكيلي انو ايش apply formatting click the format button go to fill اللي هي هون in the second drop down select greater than in the box type 10 فبدي اجي هون فهو بحكيلي هون اختار 10 اللي هي خطرت انا من هون لهون بعد هيك نكبس اللي هي no format فانا بدي اعمل format والcolor هون لو نيجي هون كمان الخطوات رح يحكيلي apply formatting format fill as desired color فانا بدي اجي هون على fill color بدي اختار من format format طلعت منها فبدي اختار format وبعدين هون color و بدي اختار green هاي عندك بس اوكي فهونا في review بدي اشوف format only sell that contain بعدين greater than وبعدين اللي هي الخطوات اللي اعطني ايه هون نجرب اوكي رح نلاقي انه بس لوان لي مش ال background لوان لي اياها الطبيعية فبدي ارجع هون و اشوف شو هو العطانية apply format click format button go to the fill tab choosing green فبدي اروح هون conditional formatting highlight more rules more rules بدي اغير بدل green لانه صرت انا معامل ال green فبدي اختار لها مثلا اللي هي لون خلين نحكي gray وبعد هيك باكبس اوكي وباكبس اوكي the value you entered is not valid اللي هي فاضية فهون ادي اعبي ال value اللي هي عشرة باكبس اوكي رح شوف انه اللون اللي اياها background زي ما هي فهونا ال excel بعطيك conditional formatting ممكن تستخدمه تكتب له الشرط اللي انت بدك اياه هو يجب لك اياه مباشرة no direct formula لما سألت انه فيه formula مباشرة قال لي لا no direct formula ورد اعطاني الخطوات اللي هي ممكن انت تشتغل عليها هيك منكون خلصنا الفيديو اللي هي اخدنا فيه the statement and condition مع تغيير font color وتغيير background color لل cell واذا بدكم اي سؤال او عندكم اي استفسار عن formula او conditional formatting ممكن تكتب في comment section اذا بدك تشوف هايك فيديوهات فيك تعمل like subscribe نشوكم في فيديو القادم سلام اشتركوا في القناة